بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنتطرق إلى مثال في مجموعة من الاختيارات عايز يعرف which of the following requires the least amount of deposit today عايز الحد الأدنى من الإيداع في مجموعة الاختيارات مدينا أربع اختيارات المصدر هو time value of money part 1 الاختيار الأولاني biolic balance 10,000 dollar four years from today that has grown from a sum deposited in account that pays 8% compounded quarterly نرسم time scale في السنة هو عايز مبلغ الإيداع أقل مبلغ إيداع من الاربع يبقى هو مديني دلوقتي future value 10,000 بعد أربع سنين يبقى أنا أدعت بي يبقى بينزل لتحت على أساس أنه هو في بالنسبة لوجهة نظر المودة أنه بيخسر البي نوت بس بيكسب يبقى ده بلاس بعد أربع سنين بيأخذ العشر تاب دولار والاي بتاعتنا بتساوي تمانية في المية compounded quarterly يبقى النبر quarter بساوي N بساوي أربعة قانون بتاعنا F بساوي B في واحد زائد I على N في N OST إحنا كنا بنعمل إيه؟ بناخد لو حد رجل تذكره بنحسن بعد سنة وبعدين بيديجي في الربع السنة كأننا بنقسم I على أربعة وبعدين قلنا أن بتحولها إلى exponential function كأننا بكررها عدد مرات الكورترس فده الاستنبط بتاع هذا القانون بما أن عندنا F given هي 10,000 والB unknown اللي هي الB note اللي هي present value في واحد زائد I على N I 8% والN 4 quarter قص 4 هنا المرة دي حيبتدي يظهر عدد السنين لأن هو 4 سنين يبقى الB دي هتيجي في الطرف الثاني يبقى هاخد F واسمع على F ب 10,000 على افتح قوس واحد زائد 8% مقسومة على عدد ال4 قوس 16 باستعمال الكالكولاتور هدي 7,284 45 ده present value عند time 0 بالنسبة للاختيار الاولاني نشوف الاختيار الثاني option B بيقول لك 10,000 five years from today يبقى السكيل بتاعنا بتقسم إلى خمس مسافات متساوية لأن time في year بس هديله 7% المرة دي يعني interest اقل سنويا يبقى سبعة في المية كومباند انوالي وان اللي هي عدد السنين بتساوي خمسة يبقى هنا يعني ان بتساوي واحد يبقى واحد في واحد قس خمسة يبقى F بتساوي B في واحد زائد سبعة في المية على واحد قس واحد مضروف في الخمسة هجيب عشان اجيب ال B بقول ال F على الكلام ده ال F عشرين ستة وتمانين هنبتدي ننتقل الى الاختيار التالت الاختيار التالت بيقول لك 10 years from today يبقى نبرسم time scale الى 10 مسافات من 0 الى 10 كلها مسافات متساوية بس هيكون compounded continuously compounded continuously اللي هي الدلة ال E المعروفة اللي هي القانون بتاعنا حيبقى E S R T و approximate value بتاعت 2.7183 يبقى ال F بتساوي B في قوس E S I T أو ساعة يقوله R T لما يجيب B على جنب يبقى هقول F على E S I T يعني العشر تلاف مقسومة على E اللي هي 2.7183 قوس الinterest اللي هو 4% ال time بتاعنا عشر سنين يحيييدي 67003 point 182 5 نشوف الاختيار الثالث مع حضرتكم الاختيار الرابع الاختيار الرابع بيقولك هحصل على 10,000 بعد 8 سنين من دلوقتي بناء على فايدة 4% سنين 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 يعني مرتين في السنة الحالة دي ال N بتساوي 8 سنين N بتساوي 8 سنين لكن سنين سنين سنقول بي بتساوي 10,000 على 1 زائد 4% على سمي annual 2 وهنا القس بتاعنا 2 في 8 هندي 7,284 تعال نشوف الاختيارات مع كل option احنا كنا حسبين ازاي الاختيار الاولاني present value بتاعته 7,244 ستة واربعين في 100 الاختيار الثاني كان بيديني present value 7,29 ستة وتمانين الاختيار الثالث بيدي لك 6,703 الاختيار الاخير يدي لك 7,284 ستة واربعين الراجل المودع عايز يحط اقل deposit فبيقول له يعني دي مجموعة من الاختيارات بالاسوال ومصلحته انه احط اقل مبلغ من اليداع عشان يحصل على نفس العشر تلاف فالاقل رقم في اليداع زي ما حضرتكو شايفين هو رقم 6,703 وهو option D وده author solution ومتفق مع الحسابات اللي احنا عملناها اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته